أجواء ترقبية يمر بها السوريون في ظل توقعة بطلق النظام السوري ضربة عسكرية وهو ربما ما يدفع مناصر الرئيس بتنظيم تظاهرة بالقرب من الفندق الذي يستقبل فريق مفتشي الأمم المتحدة والصحفيين الأجانب في دمشق وإذ أكد الرئيس السوري بأن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة أي هجوم خارجي محتمل وجه الناطق باسم البرلمان رسالة إلى نظيره البريطاني يشدد فيها على ضرورة إعطاء الفرصة للحوار عوضا عن الدم والعنف ويقول إن تنظيم القاعدة الذي يقاتل إلى جانب المعارضة يمثل العدو المشترك للبلدين في الشارع مداخل المخابز تعوج بالناس وسط مخاوف من قدوم الأسوأ في المستقبل القريب وأصوات مولدات الكهرباء تملأ المدينة تحدثنا إلى الشقيقتين بشأن الهجوم الكيميائي الذي تفيد التقارير بوقوعه في الغوطة الشرقية لكل منهن رأي مختلف أعتقد بأن الحكومة نفتت هذا الهجوم أقول هذا بصوت عال ولم أعد آبه برأيي أن المعارضة هي المسؤولة وهدفها القول إن نظام يلحق الأذى بالجميع أنا أشعر بالأمان لوجود الجيش وبالخوف في حضور الجيش الحر في السنوات الماضية مر الصراع بمراحل مختلفة اعتمد خلالها الجيش السوري على استراتيجية هجومية بمساعدة من حليفه حزب الله وفي حين يتضاعف تمويل المعارضة تتخذ مجموعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة مكانة أكبر على ساحة الصراع لكن احتمال تنفيذ ضربة من قبل الجيوش الأكثر قوة في العالم أمر يتسم بأهمية أكبر بكثير مما يجعل الناس يتساءلون عن نتائج التي قد تترتب على النظام حتى ولو كان الهجوم محدودة في ضواحي دمشق تواصل القوات الحكومية الضغط على المعارضة المسلحة وتطلق الصواريخ من مواقع قد تكون في الأيام المقبلة هي المستهدفة